النهوض بالاستثمار الخاص في صلب البرنامج الانتخابي لحزب الإصلاح والتنمية برنامج يقوم مناضلو الحزب ببسط خطوطه العريضة للمواطنين في إطار جولة تواصلية مع ساكنة مدينة سلال جديدة في إطار الحملة الانتخابية للحزب استعداداً للاستحقاقات المقررة في الثامن شتنبير المقبل نحن سنخرج لنشرح للناس البرنامج الانتخابي الذي دخلنا به هذا البرنامج طموح الذي ركزناه فيه على المجالات الحيوية الثالث التشغيل والصحة والتعليم وبطبيعة الحال سنشرح للناس بأن هذا البرنامج دينا وضعناه بخطة استشرافية ويتماشى مع الخطوط العريضة للموذج التنموي الجديد المشاركون في هذه الجولة يقدمون شروحات وافية عن البرنامج الانتخابي الذي يرفعه حزب الإصلاح والتنمية يقول مناضلو والحزب أن البرنامج حافل بالمشاريع والأوراش التي تستجيب لمتطلبات الساكنة للارتقاء بأوضاعهم خلال الخمس سنوات المقبلة وذلك عن طريق رفع مجموعة من التحديات معدل البطالة مرتفع وغادي تيت زيد إذن نحن في البرنامج دينا تركز على تشغيل كأولوية من الأولويات لدعم عبر أولا تعليم جيد يوافق سوق الشغل وكذلك دعم مقاولات الشباب مقاول البتكار والإبداع ثم دعم مقاولات الصغرى والمتوسطة والجيد الصغرى من بين تحديات الحزب هو الاهتمام بجؤون المرأة بصفتي العامة مثلا تعليم الفتاة في العالم القاروي توفير النقل لهذا الفئة محاربة العنف ضد النساء الاهتمام ببطالة النساء وإيجاد فرص الشغل لهم كذلك محاربة ظاهرة الخادمات اللي يشنع في البيوت وكذلك زواج القاصرة يجب المرشحون شوارع وأصدقة المدينة حاملين منشورات تضم عددا من أسماء المرشحين ووكلاء لوائحه الانتخابية البرلمانية منها والجماعية والجهوية من أجل التعريف بها أسماء يعتبرها الحزب قادر على ترجمة برامجه إلى إنجازات المدينة الموسة على أرض الواقع